شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظير هيروسي بلانمير بوتين عبر الفيديو كونفرنس في مراسم عملية الصبط الخرصانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبع للطاقة النووية لتوليد الكهرباء تعد هذه المرحلة من الصبط الخرصانية بداية مرحلة الإنشاءات الكبرى لكل الوحدات النووية في المشروع والذي من المقرر له وفق الجدول الزمني المحدد الانتهاء في عام ٢٠٢٨ ودخوله مرحلة التشغيل